هنيجي لها طبعا المساء قالت الاتحاد بربعية بهدى للأهل وكان عنوانهم في الصفحة الأولى برضو فاع قوي المصري فضح الأهل أو فضيحة للأهل الاتحاد فضيحة للأهل يعني برضو معرفش الأهل خسر الهزيمة أربعة قاسية أربعة تلاتة هزيمة لا يستحقها الأهل أو الناس مش متعوداها على فرع كبيرة زي الأهل لكن النظر للمسألة أنه الأهل لعب والمصري كسب ماشي الاتحاد أنا معلق مع المصري معلق مع المصري الاتحاد هو طبعا لدينا نبرك لكابتن حلمي طولانت تاني مباراة طولي يكسبها لكن الحقيقة عشان كده الأهرام المسائي الأهل تاه أمام طولان خسر أمام الاتحاد أربعة تلاتة على أستاذ السلام والدكة تخزل كارتيرون وأخبار الرياضة قالت أول هزيمة للبطل من سيد البلد الأهل ضاع بسبب الدفاع على الفكرة أنا عايزة أتوقف عن الدكة تخزل كارتيرون مين اللي جاب جوني التالت؟ محمد شريف؟ فين الدكة اللي خزلت كارتيرون؟ في المجمل يقصد أن كل الناس اللي شاركت؟ خط الظهر اللي جاء من عالدكة هاني كان بيلعم صبر رحيل اللي جاء من عالدكة في خط الظهر صبر رحيل وعلي لطفي بس ما تتصورش أن علي لطفي مسؤول عنه في المجمل هي دكة طبعاً لأنه الأغلبية باستثناء وليد سليمان وإحمد فتح اللي غاية لما خرج الباقي كلها عناصر بديلة حتى مروان محسن كان بقاله فترة الفرود الأساس بتاعك ماشي الفرود الأساس بتاعك وليد أزاره لكن أكرم توفيق بديل واخد ذلك محتاج يبزل موجود أكتر من كده بكتير الحقيقة يعني يا أكرم زعلت أنك اتغيرت بس ما تفقدش حماسك لأنك دي سر قوتك حماسك والباور بتاعك ده سر سرك كلاعب كورة الأخبار المسائي قالت الأهل المحلي عاد وخسر من الاتحاد الأحمر يدفع ثمن غياب الصف الأول والأخطاء وسيد البلد ينجح بالأربعة يلا كورة كان عنوانها للتحاد يكبد الأهلي أول خسارة تحت قيادة كارترون في لقاء الأهداف السبعة موقع في الجول في مباراة بسبعة أهداف الاتحاد السكندري يسعق الأهلي واليوم السابع الاتحاد السكندري يلحق أول خسارة بالأهلي أربعة ثلاثة في الدورة ده ما يتعلق بالمردود الصحفي في تعليق الجرائد والمواقع على هذه المباراة